السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الفيديو سنرى كيف نستعمل الكلاس INET Address هذه الكلاس استخدمها لتنكبسلات نملك ال IP Address و ال Domain Name إذاً هذه الكلاس ستمكن من تجميع ال IP Address مع ال Domain Name لهذه ال Address أولاً ما معنا Internet Address أو IP Address هو رقم حيمكن من التعرف على أي كمبيوتر على الانترنت كل كمبيوتر حيكون عنده رقم مثال أي شخص يمكن يكون عنده رقم جوال هذا الرقم جوال خاص بشخص معين بالنسبة لي ال Domain Name الآن أي IP Address يمكن أن يكون عندها مثلاً عندما نخزن رقم جوال لشخص سنضع اسم الشخص سنضع رقم الجوال و لكل رقم سنضع اسم لماذا؟ لأن الإنسان أسهل له أن يبحث على اسم الشخص وليس على رقمه نفس الشيء في الانترنت كل كمبيوتر حيكون عنده رقم يكون يونيك و كل رقم يمكن أن نضيف له اسم إعطاء اسم للرقم سيكون عن طريق ال Domain Naming Service DNS إذن يمكن أن نعتبر DNS مثل البرنامج الذي سيقوم بإعطاء اسم لأي رقم لأي IP Address لو أردنا أن ننشأ iNet Address بإمكاننا أن نستعمل إحدى من هذه الميثود اللي هي Static إذن نقول أن هذه الميثود Class Method ما نحتاج لإنشاء Object حتى نستعملها هنكتب اسم الكلاس و ثم هنستدعيها مباشرة بكتابة اسم الدالة إذن يمكن أن نستعمل Get Local Host أو أو Get By Name أو Get All By Name كل هذه الميثود يمكن أن ترسل exception لذلك يجب أن نستعملها داخل try و catch بالنسبة لي Get Local Host هترجع ال IP Address لل Local Computer بالنسبة لي Get By Name إذن هذه الدالة هنضع عنوان الجهاز الذي نريد لأن نعرف ال IP Address حقه و هترجع لي ال INET Address يمكن أن يكون الكمبيوتر عنده العديد من الأرقام مثل يكون شخص يكون عنده العديد من أرقام جوالات إذن في هذه الحالة هنستعمل Get All By Name و هتعطيني كل الأرقام لموقع معين أو لكمبيوتر معين هنا مثال لإستعمال ال INET Address هنقوم بإنشاء كلاس جديدة إذن أسميها test INET Address هتحتوي على المين إذن في المين هنقوم بإنشاء نوعه Object نوعه INET Address أسميه IN تلاحظون الكمبيوتر يقول لي ما يتعرف على هذه الكلاس لماذا لأني لم أضف المناسب المناسب اللي هو إذن هنا فيه D ناقصة أحتاج إلى إضافة الباكيت java.net ثم سأقول لي الكمبيوتر إضافته هنا أكتب import java.net . النجمة لإستدعاء الباكيت java.net ثم سأكتب أن IN إذن قلنا اسم الكلاس INET Address . get local host هذه هتعطيني الادرس لجهزي INET Address فيه D ناقصة إذن فيه مشكلة لأني لم أستعمل try و catch يعني فيه طرق مختلفة لحل هذه المشكلة أما أستعمل هنا try و catch أو أقول أن الدالة مين يمكن أن ترسل exception throws exception أو unknown host exception إذن عندما أكتب هذا حيصير المشكلة أنت راحت سأقوم بتباعة محتوى ال-IN system.out.println بين قوسين localhost نقطتين قيمة ال-IN سنرى ماذا سيطبع الكمبيوتر نروح لـ نروح لـ إذن كتب لي رقم ال-IP لجهازي هو هذا تمام الآن سأغير البرنامج وسأبحث على ال-IP أدرس لـ الأينة أدرس لـ جوجل إذن سأستعمل الدالة get by name get by name بين قوسين سأضع google.com هنا سأضع google address ونفذ البرنامج وسأتحصل على إذن google address google.com هذا الـ domain name و العنوان هو التالي بإمكانكم من جربوا تستعملوا هذه الأدرس للوصول إلى جوجل مثلا google chrome هنا سأضع العنوان التالي أضغط على enter أنتظر شوي وسنرى أني سأروح للـ page لجوجل انتظر شوي تلاحظون أني وصلت للـ page google.com إذن نفس الشيء أضع google.com أو الـ IP address أصل إلى نفس الجهاز أو نفس الموقع الآن لو أردت أن أستعمل إذن نفس الشيء هنا هيكون هيصير عندي table يحتوي على كل الـ inet address ثم هاتسوي inet address هذي حتصير مصفوف وسأضع هنا get all by name ثم ثم هاتسوي for loop for int i يسوي 0 i أصغر من in dot length إذن عدد العناصر الموجودة في المصفوف in i++ ثم وسأطبع إذن محتوى المربع رقم i من 0 إلى إذن أنفذ البرنامج إذن في هذه الحالة أنا google عنده بس هذا الرقم في هذا المثال بإمكانكم تجربوا مواقع أخرى يمكن أن يكون للموقع العديد منها الـ ip address مددائ Derby م ألعى شكرا